بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الدرس السادس من كورس التجارة الالكترونية هذا الدرس هنتكلم فيه عن وضع منتج بمقاساته والوانه ازاي تضع منتج يكون له مقاسات مختلفة والوان مختلفة على المتجر بتاعك سواء المنتج ده كان تيشيرت كان شوز كان صندل كان لعبة بس في منها الوان اي حاجة المهم من المنتج ده يكون متاح منك عنده اكتر من لون فانت عاوز تتيح للزائر ان هو يختار اللون اللي هو عاوزه او عندك منه مقاسات زي الملابس يعني بمختلف انواعها والزائر هيدخل على الملابس زي المنتج ده كده الزائر لما يجي يضغط على المنتج هيبدأ المنتج يفتح قدامه بالوان مختلفة هيلقي هنا تشوز كالر ان هو يختار الالوان لحظوا كده ان الزائر لما يجي يختار لون براون تلاقي على طول اللون هنا راح تغير للبراون لو الزائر جي يختار مثلا لون رد اللون هنا يغير للرد اختار لون بلو يغير للبلو يعني الزائر لما يختار اللون بيجيله على طول الصورة اللي مناسبة لهذا اللون وطبعا هنا المقاس ودايما تراعي لو انت بتشتغل في السوق الامريكية تحط مقاسات المعتمدة في الولايات المتحدة لو انت بتشتغل في السوق الاوروبية هتلاقي المقاسات الاوروبية لو انت بتعمل دروب شبنج بقى يعمل زي الزائر الدروب شبنج ما بيعمل دي مسلا سلعة موجودة على علي اكسبريس براند اسمه كامل من وومن يعني ينفع رجالي وينفع ايضا حريمي في منه مجموعة من الالوان اللي موجودة ده نوع مكتوب ميل بلاك يعني رجالي لون اسمر ده برضو نوع رجالي لون تاني خالص هنا نوع اسمه ارمي جرين زي الجيش ده نوع حريمي واضح طبعا من لون الرباط يعني الرباط بتاعه وده برضو موديل حريمي يعني هنا الرجل هيختار ده تلاقي في النوع يعني الرباط واضح حتى ان هو اسمر بنفس اللون لكن هنا الحريمي تقريبا نفس اللون الاسمر بس بيكون بقى الشكل نفسه مختلف الحجمها صغر شواء اكيد المقاسات طبعا الرباط نفسه مختلف المهم من الحزاء يعني في منه رجالي وفي منه حريمي وفي مجموعة كبيرة من المقاسات بيتاح من اول مقاس اربعة وخمسة من عشرة وحتى مقاس سبعة واي حاجة عشان انت ما تتلخبرش لانه ممكن دلوقتي واحد يكون بيسمعني مصري زي المقاسات المعتمدة في مصري ما يعرفش ايه ده يقولك ايه يعني ايه حزاء مقاسه ستة او حاجة زي كده لأ لما تنزل في الوصف اكيد يعني هيكون قبل فعل حاططها مقاس خمسة ده بيعادل مقاس ستة وتلاتين هنا مقاس مثلا تمانية ونص بيعادل مقاس تلاتة واربعين وهكذا المهم ان دي شكل الحزاء بالالوان بتاعته المختلفة ده براندوي الاشكال بتاعت الحزاء بتاعته المجر طيب المنتج ده انا عاوز اضيفه عندي في المتجر اول حاجة عاوز اعمل دونلود للصور بتاعته هاجي هنا من خلال اضافة علي اكس بريس وهبدأ ان انا اعمل دونلود مثلا للمين امج بتاعته هبدأ الواحز هنا انها اتحملت زي ما قلنا يعني مع بعض قبل كده وشرحناها في درس سابق هروح لي المتجر بتاعي هاجي عند برودكت هاختار اد نيو هضع عنوان المنتج هنا كامل من ومن هاي توب هاي كينج شوز هنا هحط الوصف نفسه بتاع استلاع لما عاوز اكتف ري ورلد ويد شبنج زي ما احنا بنعمل اكتب براحتك انا خدت الوصف يعني كوبي بيست من علي اكس بريس عاوز انت تضيف جزء تشيل جزء يعني الامر في النهاية براحتك برودكت داتا هاختار فاريابل برودكت الشبنج الشحن هنا مش هنعمل فيها حاجة خالص شرحناها قبل كده نحنا كده كده عاملين نظام الشحن مجاني اللينك برودكت شرحناها قبل كده هروح دلوقتي ليه الاتريبيوتز بعد كده هبدأ اعمل اد نضيف هنا الالوان اللي موجودة عندك احنا عشان يعني وقت الفيديو فانا هاختار بس لونين من هذا الحزاء هنطبق عليه وانت تقدر تعمل المثل على سبيل ده مثلا هاختار انا اللي هو الميل بلاك وهاختار البلاك زيه بس الفيميل اللي هو ده في ميل بلاك فانا هسمي اللي عندي ميل بلاك بعد كده بضع العلامة دي ثم بكتب في ميل خلي برضو حرف الف كابيتل في ميل بلاك بعد كده هعمل العلامة صحة على يوزد فور فارييشن هعمل سيف اتريبيوتز الراجل هنا عنده مقسات من اكل طبعا شوف هنا يعني الرجالي بدء من مقس ستة حتى مقس تسعة يعني في الامريكي لما تيجي مثلا للحريمي تلاقيه لا عرض مقسات يعني اقل فانت طبعا لازم تزبط امر زي ده عندك فيه المقسات طيب الرجالي بدء من ستة لتسعة يعني فيه منه مجموعة كبيرة من المقسات سبع مقسات زي ما احنا شايفين والحريمي هنا فيه منه عنده يعني ستة مقسات انا عشان الوقت برضو هاخد اول تلاتة هنا واول تلاتة هنا هاعتبر ان الحريمي فيه منه اربعة ونص وفيه منه خمسة وفيه منه خمسة ونص بس هاو هاخد الارقام الفردي عشان اسهل على نفسي خمسة وستة وسبعة في بالوقت الحريمي فيه منه مقسات خمسة وستة وسبعة هروح هنا هضيف اتريبيوتز جديد هعمل اد هسمي الاتريبيوتز سايز قلنا في خمسة وفي ستة وفي سبعة طيب الرجالي برضو ستة موجود وسبعة موجود بس مثلا فيه تمانية وفيه تسعة فهضيف كمان تمانية وهضيف تسعة هضيف برضو تمانية وهضيف تسعة هعمل بعد كده هعمل بعد كده بعد كده خلص عملت بعد كده هروح ليه اختر منه بعد كده هضغط على هو هنا ظهر خمسة كده في حاجة غلط حصلت لان هو ممكن في ما سايفش موضوعه فعلا هو هنا عمل بس ما عرفش احنا نسينا نعمل اللون ولا ايه هعمل اد تاني هضيفها لان هي يعني ما تحططش للأسف اه بعد كده هسميها اه اللي هو اللون اه وقلنا ان في ميل بلاك وفي ميل بلاك دول اللونين هحلم على وهاعمل الحمد لله كده الاتنين تم اه يعني تسيفهم كان فيه مشكلة بس في بعد كده هروح ليه همسح انا دول عشان انا عملتهم يعني غلطة بعد كده من هنا انا هختار كريت وهاعمل جو تبك ده قال لهو تين فريشانز ادت يبقى كده اتضافه صح لان عندي المفروض من الرجالي يتضاف الخمس مأسات ومن الحريمي الخمس مأسات اللي انا حطتهم بس في حاجات انا همسحة دلوقتي يعني مثلا الرجالي احنا كنا قلنا ان مأساته اه انا قلت هاخد منه سبعة وتمانية وتسعة تمام يبقى انا كده هروح هنا الرجالي مفيش منه خمسة يبقى هعمل ده هو فيه منه ستة عند البقى خلاص هسيبه لان الرجالي فيه منه فعلا مأس ستة ماشي هسيبه بعد كده الفيميل قلنا خمسة وستة وسبعة يبقى تمانية وتسعة في الفيميل همسحهم هروح تاني للمتجر اه بتاعي هلاقي هنا الفيميل اعاوز امسح تمانية هو تمانية فيميل هعمل له حزف لان ده مأسات الكبيرة طبعا ما بتبقاش مناسبة يعني للسيدات بعد كده برضو تسعة في الفيميل هبدأ اعمل حزف كده انا عملت حزف خلاص هنا متبقي عندي بقى الحريمي مأس خمسة هبدأ اضغط على السهم ده عشان يبدأ يفتح لي تفاصيل المنتج تمام دي الصورة بتاعته هبدأ اعمل ابلود فايلز هلاحظ الصورة بتاعته هنا مش موجودة عندي لان انا ما عملتش دونلود للفارياشنز المهم هقفل دي واروح تاني لعلي اكس بريس هبدأ اضغط على الاضافة علي سيف وهعمل دونلود باريانز عشان ينزل الصور اللي هي الالوان يعني المختلفة هبدأ اروح لي المتجر بتاعي هعمل هنا رفع للصورة هرفع هنا المنتج الحريمي الاسمر اللي هو كان الروباط بتاعه لانه بينك اعتقد ايوه هو ده كده خلاص رفعت انا الصورة هعمل ست آآ ان ده الشكل بتاعها عاوز انا هو سعر المنتج كام آآ سعر المنتج واحد وستين دولار طبعا بين ان هو حاجة فخمة جدا وبرندا عشان كده يعني السعر بتاعه آآ غالي جدا لو فرضت ان انا مسلا عاوز ابيعها بمية تسعة وعشرين فهقول ان الريجولر برايس مية تسعة وخمسين وانا عاوز اعمل سيل برايس مية تسعة وعشرين الافضل المتجر بتاعك يعني بعض السلع اعمل ان عليها سيل وبعض السلع ما تعملش عليها سيل يعني عشان دايما تبين ان انت اعمل سيل على برودكت معينة آآ في المتجر بتاعك عكسي باللستوكسي بالويت والديمنجا لانه كل ده خاص بالشبنج هنا الوصف لو انت عاوز تضيف حاجة آآ اضافية اللون الثاني هنا الميل آآ هرفع الاول الميل الاسمر هعمل ابلود فايلز الرجالي الاسمر ان هي واحد اعتقد هو اول واحد ده بعد كده هعمل سيد فرياشن اميج ريجولر برايس بتاعه هقول برضو ان هو مسلا كان مية تسعة وخمسين وانا عاوز اعرضه مية تسعة وعشرين حط بقى انت سبعة وتسعين سنة سبعة وربعين سنتي يعني انا بحاول ايه اكون سريع آآ قدر الامكان متبقى هنا مجموعة من الالوان في ميل وميل انا هدخل على كل واحدة هحط بس صورة بتاعتها زي ما بنعمل مع بعض وهعمل السعر بس وارجع على حضراتكو تاني عشان وقت الفيديو خلصت انا كده الصور والماسات هبدأ اعمل هنا خلاص تم الحفظ لو عاوز يعني تضح حاجة انا هنا مش هضع اي شيء تاني بعد كده هختار صورة واحدة فانا هختار الصورة الافضل انا مسلا شايف الصورة دي هي الافضل مسلا الرجالي هعمل بعد كده مجموعة من الصور هعمل ابلود هختار مجموعة من الصور اللي انا يعني ازا هاخد على بعضه انا هاخد مجموعة دي كلها من الصور اتناشر صورة هعمل خلاص كده تم عمل ابلود للصور هعمل اد تو جالري اه في نقطة مهمة افرد انا عندي يعني مثلا الفيميل مقاس 6 خلص اعمل ايه لو الفيميل مقاس 6 خلص هاجي من هدخل على المنتج بتاعي اعمل ادت هاجي من السهم من هنا هعمل المنتج اوت اوف ستوك بعد كده هنزل تحت تاني اعمل سيف تشينجس هعمل ببلش الاول هختار اللي معلش الكاتيجوري هختار هنا شوز وهحطه برضو في احنا عنا تعبنا في المنتج شوية بعد كده هعمل ببلش بعد كده هعمل عشان ابدأ ادخل على صفحة المنتج اتفرج عليه زي ما حضراتكم شايفين ظهر لي هنا المنتج ظهر لي ان عليه سيل لما اجي اوف عليه كده الصورة بتكبر دي استعراض من القالب نفسه ميزة رائعة اسم المنتج مية تسعة وخمسين دولار عليه سيل فبين بمية تسعة وعشرين دولار هاجي هنا اقول مسلا ان انا عاوز مقاس اه خمسة اللون بتاعه هلاقي في ميل بلاك بس ما عادش ظهر لي الرجالي ليه لان انا اه مش عامل ما فيش من الرجالي مقاس خمسة لو قلت لا انا عاوز اه اختار رقم تسعة هيجي لي ان هو رجالي بس لان الرجالي هو اللي فيه مقاس تسعة طب لو اخترت مقاس وسط زي السبعة اعتقد كان فيه اللي اتنين هنلاقيهم بالفعل اللي اتنين موجودين عاوز بقى رجالي ميل بلاك ولا فيميل بلاك لو جبت الفيميل بلاك هبدأ لاقي ان الصورة هنا اتغيرت ليه الفيميل زي ما احنا شايفين اسم البراند ولون الرباط بقوا ملون مختلف الاقسام موجود شوز وتوب سيلنج ايتمز بعد كده هبدأ انزل تحت ده البرودكت جالري مجموعة اه كبيرة طبعا امان دي انا مش حاطتها مفروض انتو تضفوها بس انا عشان وقت الفيديو اكتفيت بلونين بس اللي هو الفيميل بلاك ده والميل بلاك اللي هو ده بعد كده هننزل على يعني الصور زي ما حضرتكم طبعا شايفين هنا الوصف وصف رائع جدا من علي اكسبريس نفيش حقوق محطوطة ولا ايا ده من تبقى بص انت على الصور لو في اي صورة عليها اسمه متجر او حاجة زي كده خلاص يبقى انت الحقوق في الحالة دي يعني شلها اتمنى تكونوا حضرتكم استفدتوا من الفيديو الواجب بتاعك شوف المتجر بتاعك وضع فيه على الاقل ثلاث منتجات يعني لو كان انواع المنتجات دي موجودة في نيتش بتاعك لكن لو انت شغال في نيتش مفيش يعني شغال مثلا في العب اطفال ممكن تلاقي اللعبة مثلا في منها الوان لكن غالبا هتلاقي يعني مش هتلاقي المنتج اللي هو له مأساته والوان بشكل كبير فاشوف انت واشوف عاوز تعمل ايه ولكن ضع فيه المتجر بتاعك على الاقل ثلاث سلع من هذه الانواع اشكركم شكرا جزيلا الى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته